ازايكو حبايبي عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للجلاش حلوة جدا بحشوة الفوز دي والكداب هنعمله بقى بدون توريق كده وبدون ما ندهن كده طبقه طبقه من الجلاش بالسمنة ولا حاجة بطريقة سهلة جدا وفي عشر دايق هتجهزي احلى صناعة جلاش اتمنى الوصفة تعجبكم ما تنسوش بقى لايك حلو كده على الفيديو واللسه ما اشتركش ينزل اشترك ويفعل الجرس واستنى مني كل وصفاتك الجديدة يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف اناعمل وصفة ازاي اول حاجة كده هنحضر الشربات عشان ننزيني ببارد معنا انا هنا احتاجت كباية ونص من السكر واحتاج عليهم كمان كباية ونص من المياه انا عايزة الشربات خفيف مش عايزات ايه كده حطيت كباية ونص من المياه واديف علي عصي اللمون بعد كده هرفعه على النار يغلي معي عشر دايق بس بعد كده نرفعه ونسيبه يبرد خالص الشربات بتاع الجلاش يبقى بارد معنا عشان الجلاش كده يطلع مقرمش معنا وحلو هيغلي عشر دايق وبعد كده هرفعه من النار واسيبه يبرد هنجهز بقى هنا معينا الحشوة هنا معيه كده ربع كيلو من الفص دي والكدام وانا عملت معاكم على القناة سيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف هنا احتاجت ربع كيلو هنا معيه معلقة كبيرة كده من الزبدة دوبتها بتدي طعم حلو او في الحشوة وهحتاج معلقتين كبار من الشربات شربات الحلويات او تقدر تستخدم عسل نحن عشان خاطر هنقلبهم كده مع الحشوة اشان لما نيجي نقطع الجلاش كده وحنا بنكله ما تبقاش كده الحشوة بتقع منه فالمعلقتين الشربات والزبدة كده هيمسل كل الحشوة جوه الجلاش طبعا تقدر تستبدل الفص دي والكدام في الوصفة دي بأي حاجة تحبيها اي نوع مكسرات او حتى اشرة الحلويات او حتى تعمل الجلاش بالطريقة اللي هنعملها النهاردة كده جلاش سادة من غير اي حشوين انا هنا استخدمت حشوة الفص دي والكداب وكانت حلوة جدا في الوصفة تقدر يتمشي على الخطوات الجلاش اللي هنعملها والطريقة اللي هنعملها النهاردة بأي حشوة تانية تفضلي هقلب بقى كده الفص دي والكداب بالشربات كويس وبالزبدة اتأكد كده انهم اختلطوا كلهم مع بعض وكده الحشوة بيتجازة عندي جاهزتي بقى لصوج اللي هعمل فيه الجلاش او صنية تكون معاس ورقة الجلاش اللي معنا ده انتها كده بالسمنة وعندي هنا بقى ربعمل جرام كده من الجلاش او لفة جلاش من اللي هنعمشتريها الجهزة هبدأ بعدنا ناخد ورقة الجلاش كده بابدأ ان انا سليكم من بعضه وارس كده ورقة ورقة طبعا مش هنورق بسمنة زي ما قلنا الطريقة دي بقى هنحط كده ورقة الجلاش مش هنورقها دلوقتي بس طبعا بقى ايه باشي الورقة ورقة كده وحطها مش ورقتين ثلاثة مع بعض وابدأ كده مننا عشان لما اجي بعد كده حطله السمنة يورق معي كده ويبقى حلو اقل طبعا نص كميته الجلاش هحطها تحت والنص التاني بقى خليه نحطه فيه الحشو كده خلاص خدت بقى نص كميته الجلاش كده وحطيته من تحت في الصاج وزبطت ورقة الجلاش هبدأ بقى انزل بالحشو كده ووزعها بقى كويس عشان طبعا تكون متوزعها يعني في الصينية كويس ما نخليش حتة كده فيها حشو حتة لا ايه كميته الحشو دي كانت مناسبة جدا على قدل الصينية زي ما قلتلك لو في المرحلة دي هت ممكن تحطي اي حشوة تانية تفضليها او هتكملي الورقة الجلاش تاني على بعضه كله الورقة كلها لو انت حابة تعملي الجلاش سيدة وتستغني خلاص عن اي حشوة هتعملي برضه بنفس الطريقة وهيطلع معاك حلو جدا هبدأ بقى ان اوزع الحشوة كويس كده بعد بقى ما وزعت الحشوة وصويتها كده زي ما انت شايفين هبدأ بقى ان نحط بقية ورقة الجلاش بنفس الطريقة لو فيه طبعا حسن فيه حتة زيادة كده من هنا او من هنا بزبطها بتنية كده على تحت من الجنب هنا مرة من الجنب هنا مرة عشان تطلع معايا كده مظبوطة زي ما انت شايفة كده طبعا لو فيه فرق بس كده فرق تقول لاشه هنا بقى تبدأ تقطعي التقطيع اللي تحبيها انا هقطعهم ثلاثات كده زي ما انت شفتوا معايا في اول الفيديو تقدري تقطعي بقى مربعات تقدري تقطعي زي ما انت عايز بقطعه كده بالسكينة كده بالطريقة دي يعني الاول بالطول وبعد كده بابدأ ان اعمل عليهم ثلاثات رايح جاي كده التقطيع دي كانت حلوة جدا مع حشوة الفزدو كانت شكلها حلو جدا طبعا حشوة لو حتى كريمة حتى لو سيدة طبعا الجلاش لازم يتقطع الاول قبل ما ياخدش الفرن وسطي بصوا انا اخدت كده بالطول يعني كاني اعطع مربعات كده وبعد كده هابدأ اواريكو دلوقتي التقطيع الزي بصوا على كل مربع كده بابدأ ان انا اخد بالورب كده بالسكينة معلش ايدي طبعا مغطية بس عليها بس اكده انتو فاهمين قصد ايه بالورب كده مرة بالورب كده مرة بعمل شكل مسلسيت يعني كده كل مرة بعكس السكينة فيها هقطع بقى كله بنفس الطريقة دي وبعد كده نشوف بقى هنورق ازاي معي بقى هنا نص كباية من الزيبدة على الزمنة هبدأ بقى ان انا وزعها على الجلاش كده والكمية دي مش كتيرة خالص هتشوفوا الجلاش بعد ما يطلع مش ثمنة ازاي ده ولا حاجة نص كباية هي على قد الصينية لو كنا ورقنا ورشنا عليه من فوق كمان كده تاخد معنا الكمية دي اهم حاجة بقى ان انا بوزع المادة الدونية اللي معايا كده على الجلاش كله يعني اتأكد ان ورق الجلاش كله تغطى معايا كده بالسمنة على زبدة طبعا السمن بقى لما يدخل فرن هيورق معنا ويبقى جميل جدا الطريقة دي كده نفس المحلات بالزبط مش بيورقوا بقى وبيعودوا يدهنوا كده بين الطبقات ولا حاجة وما كل شغلهم من اما بيجهزوا وبعد كده بيدوا السمنة في الاخر كده هغطي بقى الجلاش كله بالسمنة كده زي ما انت شايفين وهتأكد كده ان كل الطبقات خدت السمنة بالمعلقة كده هبدأ اوزع كده من الحروف هنا وهنا كده وزبط بعده بقى مزبط الحروف كده كلها وخلاص الجلاش كله تغلف معايا بالسمنة هدخله بقى فرن درجة حالة متوسطة هيخد معايا حوالي نص ساعة وبعد كده بقى يخرج وننزل عليه بقى بالشربوت بصوا بقى الجلاش بعد مخرج من الفرن بصوا التوريقة بتاعته تحفة جدا شكله يعني تحفة قبل حتى ما ياخدوا الشربوت هنبدأ بقى الشربوت زي ما قالت لكم سبنا يبرد خالص بالمعلقة كده بقى هوزع اتأكد بقى ان الجلاش كله وخد الشربوت بالمعلقة طبعا افضل من احنا نصب كده على الشربوت كده مرة واحدة طبعا الجلاش مش بنغطيه بيبقى حلو كده ومقرمش من بره بيبقى طاري كده والحشوة طارية فيه من جوا لو انت عايزة طاري قوي فممكن تغطيه بعد ما تحط الشربوت ولكن انا هوزع كده للشربوت واسيبه يبقى مقرمش كده من فوق وطاري كده من تحت بقى طعم حلو جدا هو بياخد كمية الشربوت اللي معايا دين كلها ولما انت عايزة الشربوت بتاعه اقل شوية ممكن تحطي نص الكمية بس سيبت بقى الجلاش برد معايا كده سيبت نص سهل حد ما برد هتلعلكو بقى حتة دلوقتي ولهوركو عايزة اقولكو طعم حلو جدا جدا وطريقته سهلة وبسيطة في عشر دقيق كده بيعامل احلى سنية جلاش هتلعلكو حتة واريكو الحشو على فكرة حشوة الفصد الكذاب كانت حلوة جدا فيه بصوا ما شاء الله طحفة جدا جربوه ان شاء الله متأكدا الوصفة تعجبكو اتمنى بقى لايك حلو كده على الفيديو تنزلو واشتركو في القناة تفعلو الجرس عشان وصفاتي توصلوكو اول بقى بصوا شكلو يا جماعة طحفة جدا هوريكو دلوقتي الحشوة جوا بصوا مقرمش ومورق ازاي جامل جدا اتمنى الفيديو يكون عجبكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته